عام 56 أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إلى المصارف اللبنانية لكن مع تطور القوانين عالميا أصبحت السرية المصرفية منزوعة عن الودائع المحولة من الخارج وبالتالي السرية تقدم خدامتها لحماية الفساد الداخلي ما طلبه صندوق النقد الدولي عمليا لم يتم تحقيقه في التعديلات التي أقرت على قانون السرية المصرفية الجهة الدورية لم تملي على لبنان كيفية رفعها لكنها طلبت توسيع مروحة الجهات المخولة الاطلاع على الحسابات توسيع مظلة الجرائم رفع الغارمات والعقوبات على المخالفين الاحتفاء بإنجاز إقرار التعديلات للانطلاق نحو باقي القوانين المطلوبة شكل صدمة للهيئات والنقابات التي شاركت في اجتماعات لجنة المال والموازنة كما يؤكد المحامي علي زبيب ممثل اتحاد نقابات المهن الحرة للتفاوض مع صندوق النقد اليوم اللي عم بيجربه النواب بروجوله خليني يقول السلطة السياسية تروجله خلينا نقطع هالقانون لنقدر نقطع باقي القوانين قانون إعادة هيكلة المصارف غير جاهز وهو الأهم قانون كابتال كونترول هاجين اسمه كابتال كونترول مضمون ومش كابتال كونترول والموازنة التي لم تقر بعد وبعدنا ماشيين على القاعد الاثنى عشرية هي فضيحة بحد داتا اللي أنا بأكد لك عليه بهيدا السياق وبهيدا المسار لا رح يقبل صندوق النقد الدولي يفاوض معنا الوصول إلى برنامج ولا مجلس إدارته رح يوافق على ستاف لذل أجريمنت اللي نمضت مع الحكومة اللبنانية نحن نجحنا بالليجين واعتبرنا حالنا خرجنا والشعب اللبناني منتصرين سعقنا بالهيئة العامة اللي نحن مش ممثلين فيها ولا إلنا وجود فيها بأنه صار فيه فضيحة ومجزرة بحق التعديلات على سبيل المثال للحصر أهم إزالة عبارة الجرائم المالية الأخرى هاي الجرائم المالية الأخرى اللي كانت بتضمن الاختلاص والاحتيال المالي اللي كانت بتضمن جميع الجرائم التي ارتكبتها المصارف اللبنانية تم شط بهذه العبارة واستبدلت بي الجرائم المنصوص عنها في قانون أصول محكمة الجزائية هيدا تعديل فاضح تعديل تاني أزالت لجنة الرقابة على المصارف من الجهات اللي بحق إلا ترفع السرية المصرفية فيه تعديل تالت اللي هو ربط صلاحية النيابة العامة التمييزية بصلاحية النيابة العامة المالية يعني اليوم إذا لم يثبت أو تثبت النية الجرمية بكل بساطة ما فينا نرفع السرية المصرفية وإذا لم يتجاوب النائب العام المالي كمان ما بتنرفع السرية المصرفية وينتقد أصحاب المهن الحرية البند الذي طرأ في الجلسة الشعية المتعلقة بالسرية المهنية فيما يعنينا كمهن حرة كمحامين كنا نحن كتير حريصين على أنه تحترم خصوصية المهن الحرة بدل ما ترفعوا عن المهن الحرة بشكل عشوائي ارفعوا عن الأشخاص المغردين سياسيا بشكل تلقائي وعن متولي الشأن العام للأسف الشديد أيضا تم شطب هذا الجزء المتعلق بالمهن الحرة وهذا كمان إجراء فاضح وبما كان يتعارض مع أحكام القانون 44 على 2015 على الأقل عطى خاصية معينة للمحامين ولكنه طبعا يتعلق بموضوع مكافحة طبيعي الأموال وتمويل الإرهاب قد يرى مجلس النواب أنه بدأ أولى الخطوات نحو الإصلاحات الضرورية لكن عمليا العبرة في موقف صندوق النقد من هذه التعديلات فإذا أتى إيجابيا نكون على السكة الصحيحة وإذا كان سلبيا يعني أن البرلمان يتحمل مسؤولية عرقلة القرود ريمة حمدان قناة الجديد